السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مع مش هقول مع السابقون مرحبا بكم أيها السابقون نهاردة الحلقة رقم 12 في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم آمين كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نمازج جميلة جدا من حياة الصحابة في علوه الهمة في شتى المجالات وأكيد يعني بنستمتع بسير هؤلاء الصحب الكرام والنهاردة ما زلنا برضو بنكمل مع بعض مع سيرهم الجميلة وعلوه همتهم عشان يعني من باب قول القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت وفي رواية المرء مع من أحب فاللهم إني نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالين تعالوا نشوف النهاردة مثال جميل جدا ويعني قد يكون عجيب عمرك شفت واحد عمال بيدور على الحقيقة وعلى الديانة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى عشرين سنة لا يكل ولا يمل هو ده يعني ده المثال الجميل جدا اللي احنا عايزين نبدأ به نهاردة سلمان الفارسين سلمان الفارسين كان قاطن النار في بلاد فارس كان هو الذي يشعر النار للمجووس اللي بيعبده النار من دون الله سبحانه وتعالى وكان أبوه رئيس القرية وراجل يعني بالبلد كده محافظ يعني المدينة اللي هم عايشين فيها كان دي مكان اجتماعي عالية جدا وكان عايش حياء يعني فيه ثراء وغنى عجيب جدا سبحان الله عمل يعني هو مش مختلع ازاي اننا كراجل ربنا كرمني ولكد كرمنا بني آدم ازاي اننا اعبد النار اكيد فيه اله للكون ده فظل يبحث يمنة ويسرق عشرين سنة عشرين سنة يسافر من هنا لهنا وان شاء الله نبيل احفى كساته كاملة ان شاء الله بعد كده يسافر من مكان لمكان الى ان وصل الى المدينة المنورة وكان آخر واحد يقبله من القصاوسة قال له فيه يعني في هذا الزمان هو أوان ظهور آخر نبي آخر نبي خاتم الأنبياء ايه العلمات بتاعته اداله بقى ايه اداله الثلاث علمات العلامة الاولى قال له ايه قال له يقبل الهدية دي العلامة الاولى العلامة الثانية قال لا يقبلوا الصدقة العلامة الثالثة قال بين كتفيه خاتم النبوة سيدنا سلمان الفرسي وصل ان هو بقى عبد رقيق عند واحد يهودي من يهود المدينة فلما وصل هناك سمع بمقدم او سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فذهب حتى يراه قابل ينبعث سلم فينا جماعة قابلوا في جنازة في باقي الغرقض فالأول قبل موضوع جنازة في باقي الغرقض هو الأول خد أكله وشربه حيات كده جميلة وأعد وقبة جميلة ورح للنبع السلام وقال سمعت أنك رجل طيب وعندك رجال طيبون أصحاب يعني لك فهذه صدقة فأول ما نبع السلام سمع كلمة صدقة رح تنحى عنها ثم ناد أصحابه وقال كله ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها فالمهم جي بعدها مباشرة بيوم أو يومين رح برضه سلمان الفرسي أعد واجبة برضه أعد طعام وحاجة كده ورح رح بها للنبع السلام وقال هذه هدية في المرة الأولية لما النبي امتنى عن أكل صدقة قال سلمان هذه الأولى دي أول علامة ولما رح للمرة الثانية قال يا محمد هذه هدية فأكل النبي وأطعم أصحابه فقال سلمان وتلك الثانية دي العلامة التانية فضل العلامة التالتة اللي يتأكد من خلالها أن هذا هو نبيه آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم فراح يشوف النبع السلام فعرف أنه في جنازة في بقيع الغرقة النبع السلام وقف على شفير القبر وعمال بيطمئن على الدفن يكون الدفن إزاي وشاف إيه وفجأة سلمان الفرسين لقى التوب بتاع النبع السلام ابتدى يتزحزح لورا فراح جاي للنبي من وراء من ظهره يعني وبدأ يبص على فين على المنطقة ديت عشان يشوف خاطم النبوة فالنبي بصله فحس بأنه هو بيدور على حاجة أو عايز يشوف حاجة فأزاح له النبي الثوبة إلى الوراء واخد بالك من منظر الجميل ده النبع السلام راح زيح له إيه التوب إيه لوراء شوية عشان لو عايز يشوف حاجة يشوفها فلما نظر سلمان وجد خاطم النبوة حاجة كده زي الدايرة وطالع منها بعض الشعارات كده كعور في الديك فلما رآها سلمان احتضن النبي من الخلف وهو ده كان أسعد وأجمل يوم في حياته يوم ما عرف أن هذا هو نبيه آخر الزمان وتأكد من تلك العلامة إنسان بيتعب لمدة عشرين سنة جماعة عشان يوصل للديانة الحقة ووصلها في اللحظة دي فكاد أسعد لحظة في عمر سيدنا سلمان الفارسي فاحتضن النبع السلام فالنبع السلام راح واخده كده وجايبه قدامه قال ما شألك احكيه لحكايتك فحكى له سلمان الفارسي الرحلات والعذاب اللي شافه وإزاي وقع في الرق والناس غضروا به كان بديهم فلوس عشان يصفروا من بلد لبلد راحوا واخدينه وراحوا بيعينه الواحد يهودي واليهودي راح بديله ابن عم ويهودي برضه واخد بالك حتى أصبح عبدا رقيقا عند هذا اليهودي إلى أن يصل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلمان الفارسي قال كاتب سيدك يعني يقول له عايز أكاتبك على أن أنت تعتقني تعتقني بكام فقال له اعتقك لو جبت لي كذا وكذا وكذا وبدأ النبع السلام يعونه هو صحابة حتى أعتقى سلمان الفارسي الموقف العظيم للسلمان الفارسي شوف الهمة العالية واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشر تلاف واحد من الكفار والمشركين جايين عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين ويكون ليك دور تعمل ايه تفكر في ايه يعني أنا بقى جات علينا ده نعلي ده نبال آدم لوحدي يعني مهما فكرت هعمل ايه لا ممكن ممكن بني آدم يكون سبب في إنقاذ دولة كاملة تخيل حاجة زي كده اه ممكن ممكن إنسان يعني يفكر كده ازاي أخدم بلدي ازاي أخدم ديني طب أنا عايز أقدم خدمة كبيرة جدا أنا عايز أعمل حاجة ما حدش عملها قبل كده اخلص اصدق مع الله ان تصدق الله يصدق وبعد تنسى كلام النبع السلام لما قلنا الكلام ده من 3-4 حلقات قلنا حديث النبع السلام الذي رواهه أبو نعيمي بسلد صحيح في روايتين والروايتين عند أبو نعيمي بسلد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق وفي رواية لكل قرن من أمتي سابقون وحط في دماغك إن ممكن أنت تكون الإنسان ده وهو عا تحتقر نفسك وهو عا تقول معقولة يعني أنا في وسط كل الدنيا يقول أنا اللي ممكن أن يكون فيهم ممكن أنت تكون فيهم ممكن أنت تكون فيهم وكلمة السابق مش لازم يكون واحد يعني ممكن يكون واحدة سبحان الملك لأن كل ما خوطب به الإنسان قد يشمل الذكر والأنثى خذوا عني مناسككم للذكر والأنثى صلوا كما رأيتموني أصلي للذكر والأنثى وهكذا فالمهم فسلمان الفرسين لقى أن في عشر تلاف واحد لسه موسطوش المدينة هم جايين في الطريق عشر تلاف واحد جايين عايزين يستقصروا شقفة الإسلام لقى لازم يكون لدور فرح رايح للنبع السلام شفت الإيجابية شفت مفشوح مثلا قعدت فرق كده قال قد الله مش هفعل يعني خلاص الإسلام هيقضى عليه طب أسير بقى المدينة بقى بالمرة يعني وارجع بلاد فارس عشان أضمن حياتي وكده أو على الأقل خليني معهم وتتل وإن الله ونلا رجعون إيجابية إيجابية عالية جدا سلمان الفرسين راح رايح للنبع السلام النبع السلام مكادش الحيلة ديت اللي هيعرض عليه سلمان مكنتش العرب متعودين عليها قال يا رسول الله إنا كنا ببلاد فارس إذا حصرنا خندقنا خب بالك لما حد يجي عشان يحصرنا كنا نعمل إيه كنا نعمل خندق حوالين البلد الخندق ده بتعمل حفرة كبيرة جدا جدا محدش يقدر يعديها وعن ناحية تانية بنعين حراس بحيث خب بالك من حجم الخندق لو اتعمل لو بس متر واحد تردم في الخندق خلاص يتحلط المشكلة الجيش كله هيعدي لكن لا يتحفر الخندق ويتحط حراس على الخندق إن محدش يقدر يعد من المكان دي أبدا قال يا رسول الله إن ببلاد فارس كلنا إذا حصرنا خندقنا حولنا استحسن النبي واستملح الفكرة وبدأ يقول الصحابة إن إحنا لازم نحفر الخندق خب بالك بقى وهم بيحفر الخندق يعني مشهد عظيم جدا مشاهد التواضع يعني مش عارف أقولك إيه يعني تواضع النبي على السلام تواضع ليس له مثيل النبي على السلام يعتبر القائد النبي والقائد في وقت واحد كان ممكن يقول للصحابة إيه يلا كله يشتغل عفاهم عليكم رجالة أيوة كده ما شاء الله أبدا نزل حفر معهم صلى الله عليه وسلم ورغم إن النبي كان بيمر عليه ثلاثة يام من غير لطعام ولا أكل ولا أي حاجة حتى ربط على بطنيه حجرا من الجوع حد ممكن يتخير حاجة كده درجة إن جابر بن عبد الله كما ورد بذلك الحديث الذي رؤى البخاري إن جابر بن عبد الله قال رأيت في وجه رسول الله خمسا شديدا لقيت على وشه أصار الإجهاد والجوع وهذا المنظر لقى تحمله الله تبقى أحب بص كده الرواية ودأ فيها كده معايا تبقى أنت جابر برضو مكلتش يعني مش النبي بقى عليه الصلاة والسلام هو بس اللي مكلتش لا ده أنت كمان مكلتش فهم ذلك فإذا بجابر بن عبد الله في ساعتها مباشرة كان بيته قريب من الخندق رحم عد على زوجته قال ما عندك من الطعام قالت ما عندي إلا قوت الصبية أنا ما عنديش إلا الأكل اللي هأكله لأطفالنا الصغيرين قال نويم الصبية وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيته منظرا لا أتحمله أنا ما قدرش أتحمل أنا أجوع أعطش أموت أتقطع مش مشكلة إنما النبي يجوع ده منظر أنا ما أتحملوش شوف الحب قد إيه الناس دي كان بتحب النبي على السلام حب لا يخطر على قلب بشر فقالته طيب أنا كل اللي عندي حت الداجن صغير كده وشوية شعير وخلاص فروح قول النبي على السلام يتفضل عندنا هنعنده له الطعام وكده ولو حب يجيب مع حد بالكتير قوي قوي يعني ما قطرش عن كده أبو بكر وعمر وخلاص ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تفضحني قدام النبي على السلام اوعى تخلي النبي على السلام يجيب عشر أو الى اتناشر يوم يجي هنا ما يلقوش أكل يكفي فأتفضح قدام النبي على السلام اوعى قال لا لا خلاص فرح رايح جابر الحديث روال بخاري رايح جابر ولقى النبي على السلام ايه كان نعمال بيحفره وقعد يستلح شوية جه في ودن النبي قال يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما فهلوما الى الطعام وإذا أردت أن تأتي بأبي بكر وعمر يعني بكتير مكفى على كده قال له طيب جزاك الله خير جابر وراح النبي على السلام واقف ومنادي يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم الى الطعام طبعا حط نفسك مكان سيد جابر الموضوع يعني خارج من ايده وبقى حسنه يعني في الموقف يعني اللي يحصد عليه هو عايز قوله يا رسول الله يعني اللي بقولك يعني ده أنت وابو بكر وعمر ده بالكتير يعني أنا مش عايز قولك ما تجيبش ابو بكر على عمر بس يعني لو حبيت تجيبهم يعني فالنبي على السلام رحمة الله على الأهل الخندق كانت ديه ألف واحد والأكلة ديه يعني طبق واخب بالك وحيط الداجين كده صغير فإذا بجابر لنا عبد الله ماشي مع النبي على السلام ورايح حشان طبعا يكونوا في استقبالهم فوصل هناك زوجته سمعت هصة جمده كده فخرجت على الباب فبصت لقيت جابر جاي ووراه النبي على السلام وابو بكر وعمر ووراهم بقى ايه عفار ويعني حاجة ما شاء الله قالت له ايه ده قال لها أبدا عند النبي على السلام وابو بكر وعمر طب وقال لها ده الجيش الجيين يأكلوا هان قالت له بيك وبيك وظلت تؤنب جابر بن عبد الله إيه اللي انت عملت ده مش أنا أيلالك قال لها والله العظيم اللي انت قلت ويلي أنا عملته قلت له قول للنبي على السلام في سره في ودنه قلت له في ودنه وهو اللي نادى على أهل الخندق قالت وهو يعلم ما عندنا وبالك بقى من سؤال المرأة العقلة هو يعلم ما عندنا قال لها ايه قلت له عندنا كذا وكذا وخلاص ففهم ازاي فقالت إذن لا عليك ولا يهمك ما تجهلش نفسك طالما هو قال كده فهو أعلم بما يقول صلى الله عليه وسلم هو عارف هو بيعملين ولزاك نعب على السلام وموسى جابر قال له قول لزوغتك لا تعجن عجينا ولا تفعل شيئا حتى أجي المهم جاء نعب على السلام دخل فيه للي انتو حضروا الأكل أو يا رسول شوية شعير وحيط الدجن وخلاص فتفل النبي على الطعام وسمى وبرك بس خذي بقى يا زوجة جابر أضلعنا ورضاه واتبخ اللي انت عايزها اللي جاء عن إيه حاجة وصلح عادية طعام وجيش بقى بضر بقى فمزاك ناس بقى لهم ثلاث يام ما كلوش عددهم ألف تخيل بقى والصحابي الصحابي بقى يعني الصحة الله أكبر بقى مش دلوقتي مثلا يعني إيه من كتر العيشة اللي احنا عايشينا واخد بالك الرجل يعني بيأكل يدوب نصر رغيف نصر تسد لا يعني هيكل هيكل واخد بالك ثلاث يام ما كلهمش فبيعوضهم واحتمال يكون فيه ثلاث يام كمان ما يأكلش فبيعوضهم فالمسألة يعني إيه يعني لو تحطوا قدامه واخدوا فياكلوا يعني فالمهم الاكل تحضر وسيدنا جابر رحل للنبع السلام قال له رسول الله قال أعدادنا الطعم خلاص الاكل جهز يعني فالنبع السلام ما قالوش بقى يحطي الاكل على جنب وزبط المسألة واكل الجيش وكده لا قال دعوهم عشرا عشرا قال الجيش يخش عشر طنفار يأكلوا ما كانش بقى فيه يعني إيه عدم نظامه ويلا هجوم وخش كله وخش لا بالنظام برضو وناس وقفة برة خبالك عشرة طنفار يخش وياكلوا وخلاصوا ويخرجوا يروحوا بقى الخندق ويغلوا معاش يخش جابر بن عبد الله وهي دي المسألة ان نشوف اخلاص نيته لله صلى الله عليه وسلم وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ربنا صلى الله عليه وسلم ان المعجزة دي تحصل فيه جابر بن عبد الله اكراما لهذا الصحابي الجليل الذي احب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلب ان جابر بيقول ايه بيقول والله كنت انظر الى الطعام العشرة يأكله يا جماعة بدون مبلغة حديث في روالة البخاري يأكله ويخرجه قال فيعود الطعام كما كان اكله قال حتى في رواية قال جابر حتى اني كنت انظر وكأن الطعام يمده من السماء لا يعني السماء كان يوصله منه ما يأكله من اطراف الصحن ليه حتى يمد الصحن من السماء من ايه من نص قل بالك مشهد الغريب ده فجابر يقول يعني عشرة يخش ويأكله ويجبعه ويخرجه ويعود الأكل زي ما هو عشرة يخش حتى صدر الألف جميعا وكان الطعام كما هو ثم اكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وطرك الطعام الباقي برضو يفضل زي ما هو برضو لجابر وزوجتي وأولادي قال جابر فأكلت أنا وزوجتي وأولادي وبقي الطعام فأهدايته لجيران يجي دور فعالي صحابي تاني متوقف على موقف حصل من يهود بني كورايفا ايه هو الموقف التاني لصحابيين جاليل اسمه نعيم ابن مسعود ودي قصته كتحقيبة جدا جدا في نفس الموقف كان فيها جماعة اتفاقية ومعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ان يا جماعة فيه اتفاق ما بينه وبين بعض ان لو اي حد حد بنوه يغزو المدينة ودور كان يهود بني كورايفا ان اي حد عايز يغزو المدينة نحط ايدنا في ايد بعض نقاتل اي حد عايز يغزو المدينة اتفقنا قالوا اتفقنا قال لهم وفي حاجة تانية ولو مش عايزين تقتلوا معنا فعلى الاقل تكونوا على الحياد يعني لا تخشوا مع العدو بتاعنا ولا تخشوا معنا سيبونا احنا نقاتل الناس دي بس ما يبقاش فيه لا غدر ولا خيانة اظن الاتفاق واضح لكن اليهود يهود ربنا عافينا وعافيك يا رب فالمهم لما العشر تلف من المشتكين لقوا المنظر بالموضوع ده كده يعني مش عايزين لا يخشوا اليمين والشمال وكل حد يحاول يعدي يضرب بالسام ويموت قالوا بس ما فيش غير الحيلة اللي احنا عايزين نعملها ان احنا نجي لهم من الابواب الخلفية ونحاول نتفي مع ايه بني كورايزة ونعمل ايه حاجة عشان ايه نخش المدينة يعملوا ايه كان فيه معاهدة بين المشتكين وبين يهود بني النظير اللي كان على رأسهم حويي ابن أخطب تخيل حويي ابن أخطب ده اللي هو زعيم بني النظير اللي هو كان ابو صفية بنته حيي صفية بنته حيي ده مين اللي هي ام المؤمنين زوجة النبي أبوها زعيم بني النظير تخيل فزعيم بني النظير ده اللي هو حيي ابن أخطب قال لهم بس نسيبه المشكلة ده بي انا حلالكنا بقى زعيم بني النظير ورح رأي راح نمين لزعيم بني كورايزة اللي هو كعب ابن أسد ورح مخبط عليه جئتك بعز الظهر ام شعف قال له لا والله ما جئتاني إلا بيزل الظهر قال له تعالى بس افتح الابواب عشان الناس تخش ونقتل محمد محمد صلى الله عليه وسلم ونقتل النزل اللي معاه دي كلها ونخلص المدينة وتبقى المدينة صفية لك انت الوحدة فقال له لا يعني لو حصل موضوع ده انت في النهاية لو اتهزمته هتسيبني وانا مش قدي محمد هيخش عليي انا ويود بني كورايزة كلنا ويخلص علينا قال له لا الضمانات اللي انت عايزها كلها انا معك فيهم قال له ما فيش غير ضمان واحد ان انت تخش معايا البيت وتقعد معايا في الحسنة بتاعي بحيث لو اتهزمته او لو حبيته تمشوا ومحمد حبي يقتلنا يبقى انا وانت نتقتل مع بعض قال له خلاص ماشي وراح داخل معايا اه خلاص يا كعب خلاص يا حيي اتفقنا قال له اتفقنا كلام يهود قال له كلام يهود وخلصوا الموضوع كده وعملوا الخيانة الكبرى وبدأوا يفتحوا الابواب من وراء علشان يدخل المشيكون وعشان يقتلوا النبع السلام والصحابة ومن معهم اكتشف النبع السلام موضوع ده وبدأ يدعو وكان من اعظم اسباب الانتصار في غزوة الخندق اللي هي غزوة الاحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اللهم مهزمهم وزلزلهم ايه اللي حصل يا جماعة لما سيدنا حذيف بن اليمان لو تفتكروا انه كان طبعا من شدة البرد الشديد جدا اللي حصل في غزوة الخندق كان الصحابة وتعارف الصحابة اصلا اصحاب قوة وجلد يعني ما هماش مثلا صحتهم لا لا يعني ما شاء الله ما شاء الله شوف انت لما تروح مكة ولا المدينة شوف الحر اللي موجود هناك من يتحمل يعني انت لعد هناك من غير مكيف ما تتحملش ساعة واحدة الصحابة كان يمشوا في الصحراء ويجهدوا ويقاتلوا في هذا الجو تخيلوا في الصحراء فالصحابة اصحاب ما شاء الله جاسد قوة جدا ورغم ذلك لم يتحملوا البرد الشديد ده لحد اما كان كل واحد فيهم كان يدفل نفسه تحت الرمال ايه اللي حصل انه هو عسلام قال من يأتيني بخبر القوم عايز يعرف ابو صفيان والمشيكين اللي كانوا معاني كان ابو صفيان رسا ما اسلمش ابو صفيان اسلم في فتح مكة فعايز يعرف المشيكين بيعملوا في الوقت ده فقال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة حد يتخيل النبي عسلامه هو يقول للصحابة وده مين فيهم ابو بكر وعمر وافمان وعلي خيرة الصحابة ورغم ذلك من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة تخيل والله ما قام رجل من اصحاب النبي ليه ده يوضح لك الحالة اللي كانوا فيها حالة رعب شديد وبرد شديد وجوع شديد فمزيفة محدش متحمل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفة قال حذيفة وشوف الكلمة دي والله بهديها لكل مسلم على وجه الأرض قال فما كنت أستطيع ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد بس ما قدرش طالما النبي أمر خلاص لو على جثته لو على حياته لو هموت اخذ بالك فقام حذيفة ابن يمان وطبعا النبي عسلام حس طبعا سيدنا حذيفة يعني بردان برد شديد جدا قال حذيفة فوضع النبي يده على صدري ومسح عليه على صدري سيدنا حذيفة قال فوالله خرجته وكأني أمشي في حمام كأنه في حمام بخار من شدة يعني الدفء الذي وجده بعد موضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري سيدنا حذيفة حذيفة بن لبان انبع السلام طلب منه يروح يجيب له خبر قوم بس بشرط قال له لا تحدثلنا شيئا فتزعر الناس علينا اوعد اوهم علينا عايزك بس تروح تشوف هما بيعملوا ايه بس وترجع لي تاني حذيفة بن لبان راح هناك ودخل المعسكر بتاع المشركين وطبعا الدنيا كانت ظلمة لان القمر كان يعني هلال وكانت الدنيا مظلمة فأبو سفيان حس بزكاؤه ان في حد غريب دخل المعسكر فقال ايه كل واحد يمسك فيه لجنبه ويسأله انت مين خبالك بقى وطبعا هما المشركين يعرفون بعض طبعا يعني فحذيفة بن لبان تلعزكي فرح عمل ايه رح هو قبل ما اللي جنبه يحط يده ويقول له انت مين فيقول له مين يقول له طبعا حذيفة بن لبان او هيقول له اسم تالي فما يكونش موجود دوسطهم فياختشفوه فيقتلوه فرح هو ايه حاطت يده في يده لجنبه قال من انت قال له فلان قال له حلو جميل خليك حلو كده بس خلاص فمزايده رح حل المشكلة ديت شويتين بيقول فلقيت ابو سفيان طالع بيركب الجمل بتاعه بيركب الجمل بتاعه فالروح تواخد السهم بتاعي ولسه هضرب ابو سفيان قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لا تحدثن شيئا اوعى تعمل اي حاجة قال وسبحان الله والحمد لله ما تروش لان ابو سفيان بعد كده اسلم ومن خيرة الصحابة المهم فعادح وذيفة بن نيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لقد رأيت ابو سفيان يقول لهم هيا لنرحل فلقد ايه جاءت الريح فكفأت الكدور وقلعت الخيام يعني خلاص احنا ايه ما بقاش دينا مكان في هذا المكان الدور بقى اللي قبلها اللي انا عايز اقول لك عليه بقى اللي هو دور نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود اصلا كان كافر ايه اللي حصل ربنا انقف قلبه الاسلام في اللحظة دي اول مجوم المشيكون فالقى الله في قلبي الاسلام نعيم ابن مسعود كان حبيب وحميم وصديق ليهود بني كريضة وفي نفس الوقت حبيب لغطفان وكريش وكفار دي كلهم يعني هو بالبلد كده حبيب لكل الاطراف دي فلما اسلم محدش عارف باسلام فجاء الى النبي خفية محدش عارف وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله لا احد في القوم يعلم باسلام فمرني بامر او مرني باي حاجة عملها فانبعسان قال انما انت رجل واحد فهتعمل ايه هتروح تقتلهم خذل عنا ما استطعت والحرب خدعة اعمل اي شعة اعمل اي حركة عشان تصرفهم عننا عمل حركة زكية جدا جدا خطيرة شوف ايش يبقى الدين لحد لما يفكر في خدم الدين يقدر يعمل ايه راح نعامل بن سعود وراح داخل على اليهود اليهود بني كريش قال لهم خدوا بالكم كريش وغطفان ده الجايين بس ياخدوا اي حاجة كده نهزة كده اي حاجة يختارسوها ويجروا على طول وهيسيبوكوا بعد كده ومحمد انتو منتش قدوا صلو على سلام هيجي بعد كده هيقتلكم قالوا طب نعمل ايه قال لهم طبعا انت عارفين انا بحبوكوا وعايزوكوا الخير طبعا يا نوعيم انت طول عمرك معانا يعني وحبيبنا يعني قال طيب اطلبوا من كريش وغطفان 11 واحد من السادة بتوعهم يجوا عندكم ايه رهان يفضل عندكم رهان بحيث لو حبوا بعد كده يفروا ويسيبوكوا لا يبقى ما عندكم 11 واحد رهان يا اما تيجوا توقفوا معانا ضد محمد يا اما نقتلهم قالوا والله نعمة ما رأيت وراح رايح لمين لكريش وغطفان وقال لهم انتو معرفتوش اللي حصل ده اليهود يعني رجوا في كلامهم مرة تانية وهيصلحوا محمد يخبر بلك وهيطلبوا منكم 11 واحد رهينة هيجيبوهم عندهم ويسلمون ومحمد عشر يقتلهم فاوعوا بقى ايه اوعوا ان انتو توفقوا لو طلب منكم 11 واحد وبالفعل ابو سفيان راح بعت اتنين واحد من كريش واحد من غطفان وطلوا على يهود بن كريز يا جماعة عايزين نقاتل محمد قال لا ده بكرة السبت واحنا لا نقاتل في يوم السبت طب نقاتل في يوم الحد قالوا لا مش نقاتل إلا ما يجبونا 11 واحد من السادة نخليهم عندنا رهان عشان ما تفرش مننا بعد كده قالوا آه بس يبقى كلام نوعيم بن مسعود صحيح فرفض ابو سفيان ان يدهم 11 واحد راح تيهود بن كريز قالوا بس يبقى كلام مزبوط نوعيم بن مسعود ما تحكش علينا هم فعلا عايزين بس ينتهزوا اي حاجة ويغضوا ويجروا بعد كده ويسيبونا فخذل الله ما بين كريش وغطفان وبين يهود بن كريز ثم بعد ذلك أرسل عليهم الريح فكفأت الكدور وقلعة القيام وذهبوا بعيدا عن المدينة وده كان أعظم دور آم بي سلمان الفارسي بحفر الخندق ونعيم بن مسعود بالتخذيل بين كريش وغطفان ويهود بن كريز وكانت المصر بعد ذلك لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع أنثلة عظيمة جدا لعلو همة الشباب الذين خدموا دين الله عز وجل إن شاء الله ننتقي غدا إن شاء الله مع باقة عطرة من هؤلاء الشباب من الصحب الكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا ترجمة نانسي قنقر